واجهت إسبانيا موجة حر ثانية ضربت البلاد مبكرا على غير العادة في أقل من شهر مع بلوغ درجات الحرارة مستويات تسجل عادة في شهري يوليو وأغسطس وتجاوزت درجات الحرارة أربعين درجة مئوية في أجزاء كبيرة من البلاد وحضرت هيئة الأرصاد الجوية من خطر حرائق الغابات الذي صنفته على أنه شديد في مختلف المناطق باستثناء منطقة استورياس الشمالية وجزر الكناري في المحيط الأطلسية كما تستعد فرنسا لموجة حارة أيضا ودعت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية دعت إلى توخي الحذر ونبهت إلى أن كبار السن ومن يعيشون بمفردهم والمشردين معرضون للخطر